الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله البارح قلت لكم بالفتوى هي رخصة من فقيه أما التشدد فيحسنه كل أحد وش معنتها؟ معنتها الفتوى هي رخصة الفقيه يبحث للإنسان على حل على حل هذا هو الفقيه ما شيء التشدد؟ التشدد قد أنا أعرفه تفكرت كي كنت نحكي فيها البارح تفكرت هذه القصة التي وقعت لأبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه هارون الرشيد أقسم لزوجته بالطلاق يعني حلف بالطلاق باللي مرته مطلقة لو كان ما يوكلهاش من كل أنواع الفاكية لكيناه في العالم قاعد فاكية لكيناه في العالم وبعدها حصل ويني يصيب لها قاعد فاكية لكيناه في العالم كاين فاكية على الأماكن الاستوائية فاكية إفريقية فاكية في أوروبا في أمريكا وأنا أظن وقال فيه وقت هارون الرشيد ما كانش عنده علم أصلا باللي كيناه بعض القارات يعني كأمريكا وسيبيريا أما له حلف ومبعدها خمم عروحه ويني يصيب لها الفاكية قاعد لكيناه في العالم راح يستفتى بعض العلماء والفقهاء فاتفقوا على أن الزوجة انتا عم طلقة قالوا له مادام انتا قلت لها ركي مطلقة إذا ما وكلتكش من كل فاكية في العالم نوكلك شوية إذا ما دتاش مطلقة ولكن راح إلى أبي حنيفة شوف أبو حنيفة قالوا مرتك ما يش مطلقة قالوا انتا يحلفت باش تدوقها من كل فاكية في العالم قالوا ايه قالوا شرب لها كاسمة فاعطي لها تشرب الماء لأن الماء كائن في كل فاكية موجودة في العالم وإذا شربت لها الماء راك ذوقتها شوية من كل فاكية كائنة في العالم شفتوه لا ما شفتوش فهمتوش مع انتا الفتوى رخصة من فاقية شوفوا العلامة كيفها هامل أخرين قالوا له طلقة أبو حنيفة قالوا مشي بطلقة لأن إذا شربت لها الماء ذوقتها من كل فاكية كائنة في العالم لأن كل فاكية في العالم فيها شويامة شفت كيف أسألكوا هذه الفتوى أما تشدد فيحسنه كل أحد جاءت إمرأة إلى رسول الله الله أعلم إذا رأني أفكر أمليح واسمها الغامدية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام حامل قلت له يا رسول الله أنا حملت من الزنا أقم علي الحد أقم علي الحد رأي حامل وقع فالنبي عليه الصلاة والسلام حط رأسه قال لا علاك ولا علاك محسوب بلك ما كيش حامل بلك قبلتي بلك ما شيل الزنا الكبير قلت له لا يا رسول الله أنا حامل واش ده فأرسل إلى أهلها هو عنده حكمة لما يبعث لماليها وماليها معارفين باللي رايحة تجلد ولا ترجم وبتالي ماليها يجي يقول لا يا رسول الله المرة ما يشفي عقلها ما على بل الشيء يتقول فأرسل إلى أهلها قالوا له نعم يا رسول الله رايزنا توري حامل واش قال لهم لعل في عقلها شيء مش يسلكها مش يشوفوا الإسلام إحنا لكل وحد يجي يقول أقيم أقول هذا يزربوا يقيمون عليه لعل في عقلها شيء قالوا له لا يا رسول الله ما كانوا في عقلها يا راي في عقلها واش قالها روحي حتى تولده ويظن النبي عليه الصلاة والسلام لمراكي تولد وتفردها مسحقها باش يرضع ما زيش تولي باش يسترها راحت ولدت وجابت فلما جابت وقالها اذهبي حتى تفطيميه في باله النبي عليه الصلاة والسلام عامين كاملا ويطرد وما تشوفوا اليداء كبير وشباب توب وتستغفر وتخبر روحها ولا تمرت ولا ما زيش تبان وخلاص والله راحت عامين وجابت وياكل الخبز جابت مشي فيه ياكل في الخبز ما مرى تابت توبت على الصح ما كاش هذه تبدل ولا تغير تابت فأمى رب يرجمها انهار بدأوا يرجموا فيها ويقيمون عليها الحد طار شوية دم وقيل على سيدنا خالد بن الوليد فلعنها فقال النبي غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف تلعن امرأة لو قسمت توبتها على اهل الارض لكفتهم هنا الدالب للي يقيمون عليه الحد مشي ما انتهروا من العنوة بالعاكس هذه اقتهارة لهم اقتهارتوا مع ربي قال له كيف تلعن امرأة لو قسمت التوبة انتحى على اهل الارض تكفيهم جميعا ما للفتوى هي رخصة الفقيه حاول يسلك الانسان مشي غرقه حاول تسلكه جاك انسان قال صيب له قول معتمد افتيله صيب له دليل سلكه من هذه الورطة اذا ما كاش مخرج ما كاش مخرج كما سيدنا عبد الله بن عباس جاه انسان قالوا اطلق لمرتاعي بالتالات قالوا انت رجل لم يتق الله فلم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا فلم يجعل الله لك مخرجا اذا الفقيه الحقيقي هو ليحوس على مخرج للناس هذا هو الفقيه اما فقيه غرق الناس الرجل يقول أنا طلقت مرتب صحا ما كنت ناوي التالات ولا ما كنت هو يقول لا لا اكناويها لا خلي الرجل يتكلم قال لك كنت ناوي طلقة واحدة فهي طلقة واحدة اذا لم يحدد النية ينوى عند المالكية ينوى يقول انوي الان انوي قل له انوي الان ينوي قال طلقة واحدة فهي طلقة واحدة رح جي مرتك رح جي مرتك طلقتين جي مرتك ما لم تخرج من العدة وهكذا سائل يقول تركت التسبيح في الركوع سهوا هذا ركع وما سبحش هيا جاوبوني وسجدت له قبل السلام هيا جاوبون واش يدير واش يدير شفتوا الناس ما يشتقر الفقه شكون يقرارك الفقه لا الجامع يقراري الفقه لا الجمعيات لا الأحزاب لا المدرسة لا الكشافة وين يقراروا الناس ترقيع الصلاة فهمونا يا عباد الله وين المفروض يتعلموها في المدرسة في المدرسة يتعلم يرقع صلاتهم 99% من الشعب الجزائري ما يعرفش أحكام ترقيع الصلاة لأنه ما قراش ترقيع الصلاة وين يقرار وين يقرار يقرار وين يقرار الحكايات ولي رومون يقرار لي رومون بلي رومون تايا تقف بين يدي الله ويسألك عن صلاة كنت مطعش حتى ترقح هيا جاوبوني اليوم تعرفوا رحكم وشي ديرها تسيد ها تركت التسبيح في الركوع ركعه ما سبحش سهوا انسى وسجدت له قبل السلام فما حكم صلاة الجواب واش قلتونتو ما واش قال العلمانا لا خلافة عند المالكية لا خلافة انه لا يسجد للفضائل ومن سجد لها فصلاته باطلة لانه زاد ولا يعذر بالجهل في هذه المسائل انت خلت فضيلة ليسجدها هي السنة المؤكدة او سنتين كل وحدة مش مؤكدة ولكن لما اوزوج او ثلاثة تسجد قبل السلام لانك نقصت ولكن الفضائل المستحبات الخفيفة لا يسجد لها ولذلك دعاء القنوت عند المالكية في صلاة الصبح دعاء القنوت هذا مستحب اذا سجدت له قبل السلام فصلاتك باطلة ولكنه عند الشافعية السنة مؤكدة يسجد لها عند الشافعية قبل السلام اذا تركه عند المالكية هو مستحب والفضائل لا يسجد لها فهمتو الله الله يفقهنا ويعلمنا ويوفقنا للشهادة عند الموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته